موسيقى موجز لهمي واخر الأخبار فأهلا بكم أعلن التحالف العربي تنفيذ 45 عملية استهداف ضد ميليشيات الحوثي في مأرب خلال الساعات الـ 24 الماضية وبيّن التحالف أن هذه الاستهدافات نتج عنها تدمير 17 آلية عسكرية ومقتل 220 عنصرا من الميليشيات وكما أعلن التحالف العربية عن تنفيذ 19 عملية استهداف البيضاء خلال الساعات الـ 24 الماضية أسفرت هذه الاستهدافات عن تدمير 13 آلية عسكرية ومقتل أكثر من 60 عنصرا أفاد مصدران عسكريان بمواصلة ألوية العمالق الجنوبية التواغلة في مديرية حريب والسيطرة على مساحات شاسعة من المديرية بعد معارك عنيفة ضد الميليشيات الحوثية وأكد المصدران أن القتال العنيف بين الجانبين ما زال مستمرا في مناطق متفرقة من المديرية هذا وتوشك قوات العمالق الجنوبية من السيطرة على كامل مديرية حريب وأن التقدم الميداني يسير كما هو مخطط له وأن الميليشيات الحوثية تتكبد عشرات القتلى والجرح يوميا وتعيش في حالة انهيار امتدت إلى جبهات أخرى في المحافظة ذاتها أعلنت لجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام عن فتح باب التسجيل لتجنيد أبناء حضرموت وذلك وفقا لمخرجات لقاء حضرموت وتهدف اللجنة إلى تجنيد قوات حضرمية لتأمين والدفاع عن وادي والصحراء حضرموت وبدأت بتوزيع استمارات لتسجيل 25 ألف جندي عبر مندوبين مديريات بحضرموت والنقاط الشعبية التابعة للهبة الحضرمية المنتشرة على مداخل ومخارج حضرموت أكد رئيس الوزراء معين عبد الملك أن الأوضاع الاقتصادية ستشهد في القريب العجل انفراجا كبيرا وقال رئيس الوزراء خلال ترأسه اجتماعا لقيادة مجلس إدارة البنك المركزي ووزارة المالية إن المعركة الاقتصادية لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية وناقش الاجتماع مستوى تنفيذ الإصلاحات في الجوانب المالية والنقدية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والخطوات اللاحقة لاستمرارها بالتوازي مع سياسات الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي نهاية الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة